الأمسية الثانية من الأسبوع الوطني للثقافة والشباب والرياضة المدرسية في ولاية واكشوت الشمالية تنطلق في دار الكتاب بالترحيل في مقاطعة تجنين بحضور سلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين بالولاية وقد شهدت الأمسية عدة فقرات في مديح الرسول الأعظم أنعشتها فرق مديحية من مختلف مقاطعات الولاية تيمنا وتبركا بمديحه وكان للقريض حضوره في التوجيه والحث على الوحدة الوطنية والتمسك بالتنوع والثقافة التي نستمدها من بعضنا البعض وتعضيدا لذلك كان للمسرح دوره الهادف في غرس الروح الوطنية في نفوس الأجيال ونبذي كل ما يفرق للتشبث بقيم المدرسة الجمهورية التي رسخت في الأجيال الصاعدة التكاتف والتماسك والانسهار في الجسد الواحد لبناء وطني سوده العدل والطمأنينة والرفاه كما الدل والي المساعد رفقة الوفد زيارة للمعرض المنظم على هامش الأسبوع الثقافي الذي تم فيه عرض بعض المنتجات المحلية التي صنعتها وطرزتها أياد موريتانية محافظة بذلك على تراذ ثقافي غني سخر الآلة التي يحتاجها كل بيت موريتاني للاستغناء عن كل ما هو مستورد